اشتركوا في القناة وكان حال هذا القمح اغلى من الاقط في زمانهم طبعا السؤال الذي يأتي دائما يا شيخ هذا الفقير بحاجة الى ان يدفع فتورة الكهرباء بحاجة ان يشتري لاولاد ملابس العيد بحاجة يدفع جار البيت فماذا يفعل بالارز يا اخي جزاك الله خيرا ومن قال لك اننا نعطي الفقير فقط صدقة فطر فهذا يعطى من زكاة المال وبالتالي عن طريق زكاة المال يشتري ملابس العيد يدفع اجار البيت يدفع فتورة الكهرباء وهكذا فاياك ان تظن ان صدقة الفطر فقط هو الذي يخرجه المسلم لا يا اخي المسلم يخرج زكاة المال وبن العكس عندما قلنا لاحدهم زكاة المال تخرج لابد ان تخرجها مالا قال لا انا ما بوزها الا طروض خير الا رزه انخلاب الموازين عندما قيل له صدقة الفطر اخرجها قوت اهل البلد قال لك يا اخي الفقير بلنا نعطيه نقض عشان يشتري ملابس العيد وعندما قلنا له زكاة المال لابد ان تخرج مال قال لا الفقير بيطه طعام وشراب بلنا نشتري له اكلوا شرب من قلبة الموازين يا جماعة فبالتالي تنبه الى هذه النقطة